المستشار النمساوي من تل أبيب من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وزير الداخلية يدعم فرض عقوبات على إتلاف أعلام إسرائيل منتدى فينا يدعو إلى احترام قيم المهاجرين أم الفضور يتظاهرون احتجاجاً على ظروف العمل الظالمة تسجيل 147 وفاة وإصابة الآلاف في موسم تسلق الجبال والصحة تحذر من عقار المخشوش لعلاج السمنة مرحباً بكم في نشط الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم أكد المستشار قرن نيهاما اليوم في تل أبيب أثناء لقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هيتسوج على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولية وأدان نيهاما الإرهاب الذي تمارسه حركة حماس حسب وصفه وطلب بالإفراج عن الرهائن مضيفاً أنه يجب على جميع الناس أن يعيشوا في أمان في إسرائيل والنمسا وأوروبا والعالم لأنه ليس هناك عدو للديمقراطية أكبر من الخوف ومن المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نيتنياهو وسيقوم بإجراء اتصال مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضمن سياق تهديئة الأمور أعرب وزير الداخلية النمساوي جرهات كارنا عن دعمه لتجديد العقوبات ضد من يقومون بحرق رموز الاحتجاج مثل عالم إسرائيل وأشار إلى احتمال تنفيذ تغييرات قادمة في هذا الصدد بعد محادثات مع وزارة العدل وأكد أن الشرطة ستتصدى بحزم للمتظاهرين الذين يهتفون ضد إسرائيل ويسقطون أعلامها وأشار إلى أهمية توفير الأمان والحماية للمواطنين بعد حادثة في برلين وأشار إلى التعاون الدولي في مكافحة التهديدات الإرهابية ونفى وجود معلومات عن خطط لوجود هجمات في النمسا أصدر منتد فيينا الثالث لمكافحة الفصل العنصري وتطرف في فيينا توصيات تهدف إلى تعزيز اندماج المهاجرين الجدد والمحافظة على القيم في المجتمعات المتعددة وأشارت وزيرة الاندماج في النمسا سوزان راب إلى قلقها من بعض الأفكار السائدة بين المهاجرين وأكد وزير الهجرة والاندماج في الدنمارك على أهمية التكامل الأوروبي وتقديم برامج تعليم ورعاية للمهاجرين وحذرت نائبة وزيرة الهجرة في اليونان من نشر ثقافات غريبة في أوروبا فيما شدد باحث ألماني على دور الأديان في تعزيز السلام وضرورة عدم الرد بالعنفات تضاعر عمال توصيل طلبات الطعام لشركة فودورا اليوم في فيينا احتجاجا على ظروف عملهم الظالمة وطالبين بتحسينها ويشتك الموظفون من عملهم بشكل حر مما يقلل من طلباتهم ويؤثر على دخلهم وكانت فودورا قد أعلنت عن زيادة ساعات العمل بنسبة 20% والأجور بنسبة 10% فيما دعت نقابة العمل إلى توسيع اتفاق القطاع الجماعي ليشمل جميع موصل الطعام وتطبيقه على العاملين بشكل حر وقد صار المتظاهرون الذين تجاوز عددهم العشرات في بعض ثوارع فيهن كشفت لجنة السلامة في جبال ترول وقاء اس في تقريرها حول موسم الصيف الماضي عن زيادة في وفيات وحوادث الجبال في النمسا وسجلت 147 وفا من مايو إلى منتصف أكتوبر بارتفاع قدره 14 وفا مقارنة بالعام الماضي حيث شارك نحو 4802 شخص بالحوادث فيما تعرض 3144 منهم للإصابة وشددت اللجنة على أهمية الإجراءات الوقائية وتحسين ظروف الإنقاذ في الجبال وقد تصدرت ترول قائمة الوفيات بـ 48 حالة كما سجلت وفاة 15 شخصا بسبب حوادث انتحار حذرت السلطات الصحية النمساوية من استخدام نسخة مزورة من عقار السكري أوزنبيك على أنه علاج للبدانة وقالت أن العلاج يزيد من حالات الطوارئ الطبية ويمكن أن يؤدي إلى الوفاء وقد تم استخدام أوزنبيك بشكل غير مشروع كدواء لفقدان الوزن على الرغم من تصريحه لعلاج مرض السكري فقط ويشير مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية في فيينا إلى استغلال المجرمين له بسبب زيادة الطلب ونقص العرض حاليا لتحقيق أرباح من المنتجات المقلدة كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفو جرات على هواتفكم كنت معكم أنا بثينا سلام ومسيئة سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة